بعض الأحيان يا أخوان يعني فيه كتاب وكاتبات يعني استغفر الله العظيم والله وجودهم عبء عبء على الإعلام وعبء على المجتمع وعبء على الأفكار والعقول لما تطلع وحدة كاتبة في جرية الوطن السعودية وتكتب مقال كبار السن يجب التخلص منهم مصيبة هذه وحدة اسمها ميسون التخيل أو الدخيل كاتبة مقال في جرية الوطن تقول كبار السن عبء اقتصادي واجتماعي ويجب التخلص منهم بسرعة أنت كنت يتعاملين أبوك كذا أنت كنت يتسحقرين أبوك وتعتبرين أبوك يعني زي الماصر زي الكرسي في البيت وتحاربينها نفسيا لما يتآكل وموت بسرعة هذه تقدم نصائح للمجتمع أن المفروض المجتمع يتخلص من كبار السن تقول هذا ولي خلاص زمن وانتهى يجب محاربتهم نفسيا واستحقارهم ولا اعتبارهم ولا شيء في المجتمع الله سبحانه وتعالى يوصي بالوالدين الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بالوالدين وأنت تحثين المجتمع أنهم يعقون والدينهم أنت كنت يتعاملين أبوك كذا يا ميسون التخيل مدري التخيل كنت يعاقل والدينك يعني تستحقرينهم تقول هذول يأكلون ويشربون ومتكين متقاعدين وعبء اقتصادي تقدم نصائح وهي تعرف أنه 70% من مجتمعنا من فئة الشباب تبقى الولد والبنت يستحقرون أبوهم المتقاعدين كبار السن يسفهونهم ولا يعبرونهم ويحاربونهم نفسيا في البيت لما خلاص يضيق صدر الأبو وتتراكم عليه الأمراض والمشاكل ثم يموت بسرعة وشالكلام الفاضي هذا؟ هذا عقوق معودة بالله نساء الله السلامة لكن أنا أقول لك حاجة يا ميسون التخيل مدري التخيل مدام أنت عاقة وتحثيني الناس على العقوق سبحان الله الدنيا دوارة لا يهمك شهرتك كاتبة في جريدة الوطن ومشهورة بطيحين يوم الأيام وسبحان الله الوصائل تقدمينها للمجتمع بتنطبق عليك بيجي اليوم بإذن الله إن شاء الله يستحقرونك أبنائك ويعتبرونك زي الماصة في البيت ويحاربونك نفسيا لما تتآكلين وتموتين وهذه يتقدمين نصائل للمجتمع كما تدين تدان ستغلق منصائل تريد دانقاء